هل كل مية من روح من زوره بالقبر بسمعنا وبحس فينا من ساعة يعني ما يموت من ساعة الجنازي ومن بعد ما ندفنوه? وكل الوقت انه من روح من زوره بسمعنا وبحس فينا وهيكا? وهل في عذاب القبر? انه في اي قرآنية بسورة ياسين? اه لما مش حفظه بالزبط بس التفسير انه يعني يا ويلنا من بعثنا من مرقضنا وهيك. انه كأنه هني ما كانوا حسين باشي يعني بس يوم البعث انه حسوا انه البعث وفاءه. فهل في عذاب قبر? وشكرا شيخي له كتير والموجودين واللهم صلى على محمد وآله محمد. احسنتم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايضا تبركا اذكر للاخ الكريم هذه الرواية في الكافي الشريف عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن اي الامام الكاظم عليه السلام. قال قلت له المؤمن يعلم بمن يزور قبره قال نعم ولا يزال مستأنسا به ما دام عند قبره فاذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشا. يسأله مرة اخرى اسحاق ابن عمار عن الميت هل يزور اهله قال نعم فقلت في كم يزور قال عليه السلام في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته حسب انت من تموت ممكن تزور اهلك في الدنيا تأتي على قدر منزلتك ممكن تكون مؤمن في اعلى مراتب الايمان ان شاء الله فيتاح لك ان تزور اهلك في الجمعة في الجمعة يعني شنو مو يعني فقط في يوم الجمعة لا يعني في الاسبوع مرة يعني الجمعة بمعنى الاسبوع هنا كل اسبوع مرة تروح تتفقد احوالهم تجس معهم في البيت انت تراهم هم لا يرونك ممكن ايضا تأتيهم في المنام هذا يصير تتاح لك هذه الامكانية اذا مرتبتك اقل منزلتك اقل او ادنى ممكن تزورهم في الشهر مرة منزلتك ادنى وادنى تزورهم في السنة مرة ممكن في العشر سنوات مرة وممكن اصلا تحرم من ذلك اذا كنت تعاصيا والعياذ بالله اصلا فتعاني عذابين العذاب الذي تناله هناك وعذاب الفراق بانه الوحشة هذه انه الانسان يشعر الوحشة عن اقرباء عن احباء فالله الله في ان تلتزموا باوامر ربكم حتى لا تستشعروا هذه الوحشة ترى احيانا الانسان ممكن يتحمل العذاب بس عذاب الوحشة صعب يتحمله يعني شوف حتى في دنيانا هذه هناك افراد يتغربون يروحون بعيد كذا ممكن يصابون بامراض تيجي تقول له ايهما اشد على نفسك المرض ام الفراق فراق اهلك فراق ابنائك فراق احبائك في الشرق مثلا يقول له هو هذا الثاني اشد وآلم على نفسي المرض اقدر اتعامل وياه اتحمله بس هذا الالم النفسي الم الفراق جدا صعب من جملة ما يمكن ان يعاقب به الانسان في عالم البرزخ قبل القيامة هو هذا الم الفراق عذاب الفراق واما سؤال الاخ الكريم عن انه هناك عذاب فنعم هناك عذاب هذا من ضروريات الدين انه القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران وبعض انواع العذاب نعوذ بالله اللي الى درجة انه لو السوت الواحد الذي يجلد به الميت في قبره في برزخه هذا عليكم السلام ورحمة الله السوت الواحد وهو سوت من لسان من نار يعني من النار ممتد لسان يمسكو الملائكة الغلاظ الشداد يجلدون به كل واحد حسب شنو كم جلده يستحق يعني حسب بعد ذنبه نعوذ بالله الجلد الواحدة يقول لا اما في احاديثهم الشريفة الجلد الواحدة لو وقعت على الارض لفلقتها نصفين ارض هذه شوف الارض هذه تفلقها نصفين اذا جلد واحدة تقع عليها فليكن احد يتهاون تفيده تفيده ذو الميت لما يعملون اعمال صالحة للميت تفيده ان شاء الله تفيده وترفع عنه العذاب ان شاء الله ترفع عنه العذاب ولذلك تعاهدوا موتاكم تعاهدوهم بالخيرات بالمبرات حتى تتعاهدوا من قبل من يأتي بعدكم تبروا ابويك تبروا جديك ارحمك امواتك تلاقي بعدين من يأتي بعدك يبرك ايضا واصلا حتى لو ما برك من جاءوا بعدك فانت تحصل على اجرين ترى يعني انت تصلي الصلاة وتهديها الى المرحوم الى الميت الكذا الفلاني هو يحصل على ثواب هذه الصلاة انت تحصل على اجرين في المقابل انت بنفسك وهذه تصير ذخيرة لك حين تموت انت ايضا فما بها خسارة ابدا